السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هيا على الصلاة اشتركوا في القناة شكرا 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 الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحباب الكرام أنصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كِثْلَيْنِ ويَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِيَنْ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَظِيمٌ روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليُخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب الكرام حري أن يقف كل مسلم تأمل طويلة ويمعن النظر ويتفكر في مضمون هذا الحديث بسبب رجلين فقط حُرِمت الأمة بالعلم بليلة القدر رجلين فقط بسبب رجلين فقط حُرِمت الأمة الخير فما بالك اليوم أو فما بالنا اليوم في هذا الزمان الذي كفر فيه المتلاحون والمتخاصمون فلا يكاد يخل منهم مكان لا مسجد ولا بيت ولا سوق ولا شارع أما آن لأولئك المتخاصمين المتلاحين أن يخاف الله سبحانه وتعالى أن يُحرموا أن يُحرموا من إدراك تلك الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر من حُرِمها فقد حُرِم الخير كله وهل لا أولئك المتلاحون المتخاصمون خافوا إنهم أدركوا ليلة القدر ألا يُفا عملهم كما وردت بذلك الأحادي ألا يُحرموا من أجل فهما ينحظون في صلى الله عليه وسلم ربما يحكي ب أن يرجى كأن هم يخبرن أيضًا أنه إصلاح يصل على السلام حينها معنا قوموا بإخداره وأن نعيد وحديث لحقق وردعه ، ولكن عن صلى الله عليه وسلم حصل على ميد في دعاته وضعنا يتعرفون في دعوتان انا جو بس في جديد أن يتحب أن يتعلم لديدئية لكنهم لقد متى وهموا يساعدوا وتلاديهم و الله لم أعبونا ويتحلوا whetherها في سواء أيضا في الآن التنسية في الآن التنسية وفيهدا في الآن التنسية مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينقل كل المسلمين ينقل كل المسلمين ويقوم بحرارة ويقوم بحرارة ويقوم بحرارة للمسلمين هذا هو حديث ينقل بحرارة وصف par rapport aux deux hommes par rapport aux deux personnes qui se sont disputés dans la mosquée du prophète ومسهر toute la umma toute la nation toute la communauté musulmane est privée de connaître la date exacte de la nuit du destin par rapport aux deux personnes La communauté est privée de ce bien. Vous savez combien de personnes se disputent à nos jours et qui ne se parlent pas ? ويأتي لنساولة الأخدر فيهم ويجعلهم يتحرك ويجعلهم يتحرك ينطلع المثال للتأكد لا يتحرك لنساولة هذه النهاية من أحيان تنسى أنهم سيكون لديهم من يجب أن تصل إلى هذا المحيط وأنهم لديهم أنهم لا يجب أنهم أنهم سيكون فيه منه لا يجب أن يزال ايوه الأحباب والكرام لقد جعل الشيطان أو لقد جعل الشيطان أعظم حظه من هذه الامة هو المشي بينهم بالتحريش لتفريقهم فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم نعم الشيطان يحرص أشد الحص على التفريق بين المسلمين والتحريش بينهم الشيطان همه أن يفرق بين المسلمين تذنون لماذا؟ لأن التفريق والاختلاف المذموم ينتج عنه الضعف والوهنة قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ينتج عنه الضعف والمذموم والتفريق والخصومات ينتج عنه الضعف والشيطان قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعضي لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رقاب بعض المسلمين 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 رقاب بعض الكثم يتقبل أهمية أن المسلمين للمسلمين ولكنبه الله ما ما ايله شروع و لكن الشيخ ديما يتحبين أحاول من البلد ديشن بينهم وهذا هذا مالشيطان يفعلون يتحبون المدفع ولكن الجميع لا يتحدث فعلا و عبارة على الطفل و ربما هل تعرف ؟ ؟ لأنه ليه بودع كما تكون معا لأنaurusنا يتكون أينه أن اكون على طفل في بشكل أمامنا ولكن، عندما نكون معا ليه بودع كما تكون معا و انظر مراركة ، فيم estimation وانتظر يستمر الأحباب الحقرى اتركوا منا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسباب الفرقة والتفرق والاختلاف فقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم المترجم للقناة المترجم للقناة أيها الأحباب الكرام انظروا كيف اتخذ الغرب وسيلة التفريق ليفرق شمل المسلمين سياسة فرق تسب تقسم الأمة الإسلامية العظيمة إلى دويلات صغيرة ونشر فيها التعصب للدم واللغة والبلد والنسب والمذهب بينما ديننا الحبيب يجمع المسلمين على راية واحدة يا راية الإسلام راية لا إله إن الله محمد رسول الله فلا فرق لأحد ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالإيمان والعمل الصالح يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علي من خبير les frères et les sœurs le fait qu'on soit le fait qu'il y ait cette diversité dans le monde musulman et le fait qu'on appartient à un pays ne devait pas diviser les gens on doit rester unis vous savez que le Prophet صلى الله عليه وسلم a rejeté toutes sortes de asabilles toutes sortes d'appartenances à une patrie à un pays et défend seulement les valeurs de cette patrie mais on est tous des musulmans on doit rester unis même si nous vivons dans des pays différents mais l'islam unit les gens de l'est à l'ouest du nord au sud l'islam réunit les gens sous un seul drapeau c'est le drapeau de لا إله إلا الله محمد رسول الله ni la couleur ni la race ni l'origine ni la langue ne devait nous séparer on doit rester unis on doit maintenir la concorde entre nous et ne pas céder aux appels de la haine et de la division vous savez le Prophet صلى الله عليه وسلم nous a bien informé qu'il n'y a pas de de privilèges pour quelqu'un sur quelqu'un que si ce n'est la piété si ce n'est la piété il a bon accent وصحبه أجمعين أيها حباب الكرام انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حرص كل الحس على جمع شمن المسلمين وعدم التفريق بينهم وتضييق سبل الاختلاف والتفرق حتى في الأمور الدقيقة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان جاء أيضا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا نزلوا منزلا في الشعاب والأوذية تفرقوا فعندما يرى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما ذلك من الشيطان فأصبح الناس إذا نزلوا منزلا اجتمع بعضهم أو ضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بصدت ثوبا عليهم لعمهم هكذا كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الكلمة وعلى جمع المسلمين فإذا كانت الفرقة والاختلاف أيها الأحباب سببا سبب لرفع الخير والبركة من الأرض فلابد لكل أو يجب على المسلمين أن يصلحوا ذات بينهم فمن كانت بينه وبين أخيه قصومة فلابد من أن يصلح ويبادر أيها الأخوان الخصومات النزاعات أوصلت بالبعض إلى القتل فرقت بين الزوج والزوجة فرقت بين الأب وابنه بين الأخيه وأخيه وصلت إلى سفك الدماء والعصبية وغير ذلك والعياذ بالله فبادل أيها الأحباب بالإصلاح بينكم فلعلكم لا فلعلكم تدركوا هذه الليلة ليلة القدر التي تقدر فيها مقادير السنة مقادير السنة كلها ونسأل الله اللطفة فيما جرت به المقادير وحتى لا نحرم من هذا الأجر وحتى يقبل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا أعمال الأعمال الصالحات في هذا الشهر الكريم الخصومة سبب لرفع البركة والألفة والمحبة سبب لبقاء البركة والخير الراحمون يرحمهم الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فات. Il leur dit ne vous séparez pas afin que vos cœurs ne soient pas séparés et ne soient pas différenciés. Et aussi ça nous montre à quel point que le prophète veillait toujours à que l'union et que le musulman soient unis car on le sait très bien maintenant à travers ce hadith que la dispute que la discorde est la cause de la disparition de la bénédiction et du bien de la terre. Plus nous sommes unis plus il y aura cette bénédiction qui sera maintenue. Et vous savez Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et l'est envers ceux qui qui sont miséricordieux entre eux aussi. La miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala c'est le très miséricordieux. Et nous aussi on doit être aussi clément les uns envers les autres. les deux liens les biens de ce bas monde vont disparaître ne doit pas être la cause de nos disputes. Jusqu'à qu'on voit que cette division entre le frère et son frère entre dans les couples entre l'époux et l'épouse entre le père et le fils nous avons vu même nous avons vu le résultat de ça. C'est impressionnant. On vit dans une époque on voit aussi que à cause de cela les gens sont trop tus au lieu de s'entraider. les frères et sœurs saisissez cette occasion. Wallah vous allez être privés du bien de la nuit du destin. N'oubliez pas ce qu'il a dit le professe sallallahu alayhi wa sallam celui qui vit qui jeûne celui qui vit la nuit du destin avec foi et sincérité en la veillant en prière en invocation et se terre fort et faire revivre cette nuit Allah nous voit dans ces péchés précédents ces péchés antérieurs et celui qui est privé du bien de cette nuit il va subir une grande perte et qu'Allah nous protège. 1 1 سبحانه وتعالى وهو في عليائي ونحن بين يديه اللهم يا ربنا اجمع شمل المسلمين اللهم اجمع شملنا وأعلي رايتنا وانصرنا على من عادانا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقصنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارحم موتان في هذا المقام وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وبارك لنا فيما بقي منه وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم لك الحمد والمنى أن بلغتنا هذه الليالي العشر فاللهم لا تحرمنا من بلوغ ليلة القدر وإدراكها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم عاملنا بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم من الدعاء منك الإجابة يا فالق الحب والنوى ويعالم السر والنجوى أعطى لكل امرئ منا من الخير ما نوى اللهم لا تدع في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتنا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا تائبا إلا قبلت توبته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا مسلما إلا رحمته ولا مسجونا مظلوما إلا طقت صراحة ولا مسافرا إلا ردته إلى أهله سالما غالما ولحاجة هي لترضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اقضي حوائجنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلِّ وسلِّم وبارك أنعم على الرحمة المهدى والنعمة المستاه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفوا أستغفوا أعتبروا الحمد لله أستغفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنه عند عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات ولغب في ستة أيام ثم استغر على العرش يرشي الليلا مهار يقلبه حديثا والشمس والقمر ونجومه سفرات لأمره ألاه الخلق ولم تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في نغضي بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من في يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم وراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أم ناكبر الله أكبر ما فالذين اتقذوا منobe Θالك يمعل الله أكبر وأكبر أكبر الله أكبر له إن الله أكبر كما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نغربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات ونوض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقل صلاح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر فنع الله لمن حبيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله شكرا 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 اشتركوا في القناة